ده محتوى حلقة النهاردة لكن عطفاً على زي بدء المهندس عدلي أشار في الأول لجزئة التحكيم والعدالة وهنا عايزين نقول نقطة مهمة جداً للأساس جمال علام النادي الآلي طلب حكام أجانب لمبارياته وحدد المباريات وكان أهمها مباراة القمة اللي جاية اللي تحدد لها 19 مايو الثابت والدائم والمتعرف عليها باشوهندس لما النادي الآلي قال أن أنا عايز حكام النخبة من خمس دول كبرى الطبيعي أنه الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد بشكل رسمي بيخاطب الاتحادات المعنية المحددة ولا ده مش كده وده الدارج اللي بيحصل كل مرة أن الاتحاد بيطلع من فاكسات واتصالات أو برقيات للاتحادات اللي بيفوضها عايزين الحاكم رقم واحد عندكم فبيردوا عليه الاتحاد الإنجليزي الاتحاد الألماني الفرنسي الألماني الإيطالي الخمس دول الكبرى اللي النادي الآلي والأسباني اللي النادي الآلي طالبها مدام هيدفع فلوس بيرد الاتحاد المعني لا الحاكم نمبر وان مشغول في الفترة دي طيب نتكلم في الثاني أو الثالث لأنه الآلي بيتكلم في الخمسة الأوائل في كل اتحاد فجئنا أنه الاتحاد بدل ما هو اللي يتصل واللي يفاوض كابتن عصام عفتاح جاب حسام الجهري وحسام الجهري ده كان موظف في إدارة العلاقات العامة في لجنة الحكام ومشي من فترة طويلة وده بالمناسبة اللي كان معني بالتفاوض واستقدام الحكام بتوع بيراميدز بتوع بيراميدز جابه هو اللي يتفاوض مع الحكام مباشرة من ورى ده اتحاداتهم ومن ورى ده الاتحاد المصري الاتصال مباشر من حسام الجهري للحاكم اللي عايز يجيبه الألماني الإنجليزي فلما يوافق يتفع معاه لما يرفض يقوله ده رفض وهكذا إيه القالية دي يا أستاذ جمال يعني النادي القالية لما طلب طلب بشكل رسمي أخي حاجة والله بقت متعبة وبعدين عايزين نناصق وعايزين نتكلم وعايزين ندعم إزاي بس يا جماعة وكل موضوع عندكم فيه 80 علامة استفهام ما فيش حاجة ماشية بشفافية ولا بسياق منطقي يا أستاذ براهيم أنت عندك إدارة في العلاقات العامة عندك مدير تنفيذي ومكتبات رسمية وعندك مكتبات مطلعها وتكلم الاتحادات بشكل مباشر وبعدين وانت النادي القالية ما هيطلب منك الردود بتاعت الدول اللي انت فوتها أما تيجي تقولوا الاتحاد الانجليزي وافق أو رفض فين المكتبات اللي تمت مش هتبقى هتبقى عند الراجل الموظف اللي الكابتن عصام جابه من بره عشان هو اللي يدير العملية بتاعت الاتصالات دي تسموها إيه؟ مش عارف